السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اخرى مسلسلة هيوات ريحانة كمال نقدم لكم اليوم بسكوي مالح قرمش والديد سهل وسريع في التحضير بمكونات جد بسيطة بسم الله على بركة الله نبدأ استعراض المقادير في اناء وضعت اربعمائة جرام من طحين مع ثلاث قطع من الجبن متلت او مربح مئة جرام منز بدا استعملوا اي نوع اما ديال الاكل او ديال العلب ملعقة صغيرة من المطارد اللي هو الخردل بيضة واحدة ملعقة صغيرة مملوئة من الملح هو في الاساس كيكون مالح سبعة جرام من خميرة الحلويات القليل من بودرة التوم ممكن تعودها باي حاجة اخرى حسب الاختيار ديالكم الماء اللي جمع العجين بالنسبة لما عندي ماء هادي فقط مكونات كيما لاحتو اه سهلين وبساط كنضيف ملعقة صغيرة من المطارد اللي هو الخردل كيعطيه مداق مميز ورائع جدا الى كانوا معكم الاطفال ما تستعملوش اه سلسة حارة هنا كيبقى لكم الاختيار انا غادي نضيفها كتعطي مداق لديد بزاف الهد البيسكويت او كنضيفها بحسب الضوء تقريبا نصف ملعقة صغيرة وكنضيف بيضة كاملة كنضيف المكونات كاملة وسبعة جرام من خميرة الحلويات بالنسبة لزبدة تكون رطبة بدرجة حرارة المطبخ كنجمع المكونات بالطريقة العادية بالاصابع وخاطع جنوب ماشي مشكيل ما كيوقعلو حتى حاجة في هالخميرة ما كيتغيرش لي الشكل يالو نهائيا غير ضروري المكونات كاملة ما كتجمع بهاد الطريقة وكنبدأ كنضيف الماء حتى كنحصل على عجين لي كيكون متماسك ما يكونش عجين لي خفيف بزاف وما يبقاش تاني قاسح بزاف يعني كما لحتوو كنحتاجو اللماء باش كنجمعو البيضة غير كافية انها تجمع لنا المكونات كنحصل على هاد القوام عجين لي كيكون متماسك كيكون رطب ولكن مش يرتب بمعنى خفيف او قاسح بزاف صفي غادي نجمعها كنحصل على عجين المتماسك كننزله في سطح العمل ونقسمو القسمين متساويين هدي هي الكيميا كاملة كنبسط القسم الاول وغادي نطويح بحل المسمنة او الرغيفة العادية باش كيجينا مورق وكنساعدو ان العجين كيزيد كينساجم المكونات كاملة مع بعض كنسرح بالدلعك وكنطويب هاد الطريقة بحل الرغيفة العادية كنزيل كنبسط ونعاود نطويها من الجهة الاخرى نفس الطريقة هدي نديرها القسم الثاني طريقة بسيطة وسهلة الى كان العجين كيتلصق في سطح العمل كترشو شوية من يال الطحين بالنسبة لهاد سيليكون الكتير منكم اخواتي كتسولوني وراني كان جوب في التعليق كنت واخدها من موقع بانجود عبر الانترنت راه ممكن تلقاو بحالها عند بائعي الى وازم الحلويات كما لحتو كنسرح العجين وكنطويها على ربعه هاد طريقة كنزيد كنبسطها من الجهة الاخرى وكنطويها كذلك كنحصل على مربع هنا كيبقى لكم الاختيار ممكن تخدموهم مباشرة ممكن تغلفوهم بالبلاستيك ودخلوهم التلاجة مدة لعشرة دقيق هنا عندي اخذيت شوية ديال لوز شوية ديال زنجلان شوية ديال بافو بالنسبة اللوز خضر عادي هرمشته وفتحانة كهربائية وعندي واحد البيضة اللي صغيرة ضفت لها شوية ديال سوس الصوجة ممكن تضيفو لها الخل او الحليب السائل او شوية ديال سلصة حارة كناخد القسم الاول دخلتهم انا مدة ديال عشرة دقيق فقط التلاجة ممكن تخدموهم مباشرة ماشي ضروري دخلوهم التلاجة كنزيد كنصرح الى كانت العجين كتلصق كترشو شوية ديال كنبسط نحاولو نعطيوها واحد السمك اللي كيكون متوسط ما تخليوهاش غليضة وما ترقوش بزاف السمك اللي كيكون متوسط كنقاد الجوانب اللي في الاسفل والاعلى هنا كيبقى لكم الاختيار كتقطعوا دبا بحسب الرغبة اما شرائط طويلة ورقيقة او تكون شوية عريضة او مربعات لكم الاختيار انا هاد القسم الاول نقسمه على ثلاثة ومن بعد كناخد القياس بالاصابع ديالي جوش ديال الاصابع وغادي نقطعه انا غير وريتكم ممكن تقطعوا يعني عينكم وميزانكم ما كيحتاش انا نستعملوا لمرشم لحتى حاجة انا هاد القسم الاول كيما لحتوجه شوية عريض ولكن غادي نعاود نقاده باش يكون كل شي عندي مقاد كيجي بسكوية رائع جدا ولديد بزاف وان شاء الله تجربوه وما تنسوش تبتاقجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وغادي نزول هاد الجوانب جاني القسم شوية عريض هادك الاخر ممكن تضيفو اللي بغيتو كيما اذكرت لكم الخل او الحليب او سوس حارة وكتدهنوا مزيان الوجه ديالهم ممكن ايضا ان تصرحوا العجين مباشرة فوق ورق طبخ اللي غادي توضعوا في الطاوة وكتقطعوا للقطع ديالكم كاملة باش كتجيكم عملية سهلة ما يحتاج انكم تعاودو تهزوهم وتحطوهم في الطاوة كترشو هادك المكونات اللي عندكم انا عندي اللوز والبافو والزنجلان كنرشو مزيان ممكن تضيرو اللي بغيتو تكتافيو بحاجة واحدة اما زنجلان او اللوز او البافو او تضيرو رقائق اللوز كتضغطو شوية باش كي يلسق المكونات وكنا اخدو القطع ونوضعها في الطاوة اللي فيها ورق السلفغيزي هادي هي الاشكال المحصلة عليها كما لحتو نفس الطريقة غادي ندير هالقسم التاني كنصرحو ان نقعد الجوانب ونقطعو وكندهنو وكنوضع عليه هاديك المكونات بالنسبة للفران كتسخنو خمسة دقيق قبل ودخلو الطاوة على نار هادئة حتى كي طيب نار من اسفل فقط نار تكون مهيلة باش كتحصلو على بسكويت اللي كي يكون قرمش ما يكونش طيب من برا وخضر من الداخل كتسخنو خمسة دقيق ودخلو الطاوة كتكون نار مهيلة نار من اسفل حتى كي طيب كيتحمر كيتماسك وكيتقرمش كذلك هادي هي الكمية كاملة كما لحتو كي يجي قرمش والديد كما ذكرت لكم كتنسمو بحسب الاختيار ديالكم انا استعملت المطارد وبدرة التوم والسلسة حارة انتوما كيبقى لكم الاختيار بطبيعة الحال وهذه هي الصور النهائية وان شاء الله تجربوا الوصفة انا متأكدة غادي تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله ما تنسوش تباق تجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كانت معكم ريحانة كامال خليتلكم الراحة في امان الله اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الفيديوهات ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا موسيقى